اللي بقولك يا برينز انا اللي هطلع الطلعة دي نور لما نفسك وتكلمين بأدب معايا ما تنسيش ان انا مديرك في الشغل الملك بس يا بص للا كنت بتضرب على اسلوبي في المهمة بس بزمتك مش انفع لا ما تنفعيش واطلع برا مش ناقص وجع دماغ هانت لسه شفت وجع دماغ ده انا هفضل ازن عليك لحدا ما توافق اوافق اوافق علي ايه مجنون انت انت عايزة تروح الوقر المخدرات برجلك وعايزاني كمان اوافق انت عارفة هما ممكن يعملوا فيك ايه هاعمل ايه بس اكل العشمر ده بالميت كده ممكن يعملوك بطاطس محمارة بالكاتشاب والميونيز باموت فيها ابو تقول دمك عارفة انت لما كنتش بنت خلتي كنت رفدتك من زمين طب وعشان احنا اهل بقولك وافق بقى يا بص وبعدين انا جايب اخبار العصابة وخلاص زبطت نفسي واروح الحر اقعد فيها مش هيحصل يا نور خلت لو عرفت هتطلع عن امي يو ودي سيجي يا معلم انا خلاص يسته وضعت الخطة وفهمتاني فيه سفرية شغل واقعد فيها شهر كمان انا قلت لأ يعني لأ ويلا وريني عرض افاكي اما صحيح مدير ايه ايه هتقل لأدبك ولا ايه هو نقدر يبص البصابس انت سامو عليكم لا ما انا مبقاش نور لو ما عملتش اللي في دماغي انا لازم احط قدام القامل الواقع ولازم اقوم بالمهمة دي انا لحدث الصحف بتاعي بيقول ان دي خطة الموسم الابضع لعصابة مخدرك فحارت بنداري اب جد نسيت اعرفكم بنفسي انا اسمي نور وعندي خمسة وعشرين سنة صحفية في جورنال مشهور بابا متوفي وماما ربنا يطول في عمرها هي اللي ربتني عايشين مع خالته في بيت واحد وكل واحد ليه دور عصام بقى هيبقى مدير في الشغل وهو اكبر مني بعشرين سنة هم يتجوز ومخليف بانوتة زي الامر وساكن معانا في نفس البيت وبصراحة كده هو الاب الروحي ومسل الاعلى وهو اكتر واحد بالداري على مصايبي واكيد مش هيفضحني قدام ماما وهيقول لها على انا هعمله بس لقيتها انا هكتب رسالة وسلمها لمراته بما انه النهاردة بالليل مسافر سفرية شغل فده احسن وقت عشان انفذ الخطة وبعدها رجعت البيت وكلت وحضرت شنتتي وجهزت كل حاجة في دماغي اه مانا لازم ازبط اموري هي مش صلطة يعني وكل عادة طبعا اما موخلت وكلين ودن بعض مع انهم طول الوقت قاعدين في وش بعض بس بيكملوا القاعدة عالتليفون ويحكوا حكايات من الشرق والغرب كل واحدة فيهم بتحكي بلوة عرفتها ويشتموا الناس وفي الاخر يا اختي مناش دعوة هو احنا نقصين زنوب يا لهو علي لو سمعوني وانا بتريع هيعلقوني على باب زويلة يلا ماليش دعوة هدع الملك للمالك واول ما خلتي ما مشت رفعت شنطتي على ظهري وخرجت في الصالة اما يا ماما يا مامي يا مامتي ينيلك بيت ده ايه القرف ده والتلوس اللي بس معه انت ايه بيت انت مش نوية عقلي في بنت محترمة اتقول اما وكمان تتكلم بالاسلوب بتاعك ده اه انا وبعدين انت حبيبتي يا لوزة خلاص هقولك يا مامي وبس عايز ايه بلويت حياتي يا سبب رفع ضغطي ده انا جالي السكر بسببك يا منيالة ده بسبب ان عسل عشان كده جالك السكر بس طبعا انا طالع على الاحلى ام عالك وايكب على مجرد ضربك دبانة اسمه كوكب يا هبلة ما علينا بقولك يا ستة حلويات انا مسافرة زي ما قلتلك عايزك تخلي بالك من نفسك وتاخذ دواكي في موعيده وبال الشقاوة هتغيب كتير يا نور شهري كده عالسريع شهري بحالو لا كده كتير قوي ده انا هبهد العصام عشان يوافقتي سفر سفرية زي دي عصام مالهوش دعوة يا لوزة انا اللي اصرت عليه وبعدين لازم اعملي نفس كرير اه ما هو بنتك مش قليلة في البلد ادعيلي يا حجة بالله عليك عشان ارجع ورفع راسك كده وتقول بنت الصحفية راحت بنت الصحفية جد بعد حجة دي اطلع بره يا بنت الجزمة دحكت على كلامها وحضنتها وقلت لها ادعيلي كتير يا لوزة دعيالك يا قلبي لوزة ربنا ينصرك ويوقفلك ولدي الحلال في طريقك وينصرك دايما حبيبت قلبي يا ناس هيالله بقى عشان زهقتي من الحضن والبوس ده طب تسدق انت كلبة تسلم ايدك يا ستة الكل طب والله ما يغمضلش عن كده غير لما لازم اتضرب تعيش وتضربيني يا ستة لوزة ربنا يحميك يا نور ويهديك ويرزقك بواحد يعرفي ربيك عشان انت ما شفتيش ربع ساعة ارباية طب والله يا صعبان علي دمه هتكون دعي علي فلنت القدر هقصد دعيانه انت هتقولي لي انا هقوله يوم الفرح يسامحني دنيا واخرى اكيد لازم يسامحك ده انت هتدي له هدية واي هدية يا اختي ده انت طحفة يلا ربنا يسامحني عالجريمة اللي هنبلي بها الراجل هيو هي خربت الراغية يا اما انا ماشي يا ستة الكل بحبك يا اما اما تاني يا بيت انت هتشتغل على توك توك هي رب حميها هي اهب لو سنها طويل بس قلبها بيض عبيط وبعدها رحت عالفندق وقضيت الليلة هناك ومن النجمة قمت والبست جلبية صدى ولفت طرحة على شعري ورحت عالحارة وطول الطريبة اتعمل اقرأ في قرآن وقال انا من اللي هعمله فكرة ان انا عيش في بيئة كلها مجرمين دي فكرة مرعبة في حد ذاتها افردي ظهرك يا بيت وعملي فيها شبح يوه نسيت اللي بانا دي اهم حاجة في الموضوع اللي بانا هم اروح اشتري من المحل ده هقل بقولك يا حاج عايزة متر البان متر ايه يا بنتي معلش يصل شكلي ما سمعتش كويس متر البان يا حاج سلامت السامع هلاقيته قاعد يضحك علي وقاللي مهو مفيش حاجة سمعها كده انت جديدة في الحرة هنا ولا ايه ايه يا بالحاج جديدة بس هاخد علبة اللي بان جيه خد يا بنتي هاتي خمستاشر جنيه خد يا بالحاج وبعدها فتحت كازا البانا وحشرتهم في بقه وبعدها تحاول اتصرف بطريقة سوقية عشان اندامك في الدور هي ايه دي الغباء هعمل ايه دلوقتي لازم اشوف مكان اعود فيه هلا بقولك ايه يا ابا ما تعرفش اي شقة ولا قوضة اي مكان يتويني ايه نعود فيه الراجل لسه هيتكلم ويرد علي قرب منه شاب برفيع وشكله متبهدل هو كمان لسانه تقيل بس انا مذكر كل الكلام ده هده اكيد مضمن عفري معلك يا بنتي يا نور عرف تتفرق بين المضمن واللي منامش مع ان الفرق مش كبير يعني بقولك ايه انت تقفل المخروبة دي عشان مولعش في امها روح يا ابني روح يا ابني ربنا يهدي لك نفسك لا ما انت هتقفلها يعني هتقفلها وهاخد فلوس البضاعة اصلها تلزمني انا بقيت وقفة ومرأبة اللي بيحصل ومرة واحدة لقيت ورام علبة الحلويات في الارض والراجل الكبير عينه دمعه ساعتها الدم غلي في عروقي وما حستش بنفسي غير وانا بقوله ولا انت بتعمل ايه دي انت هي مين الامورة تي يا بنتي بعدي عنه ده شارب ومش في وعيو نفوقه يا ابا انت ازاي يطر من حاجات كده في الارض والزعق لراجل قدبوك واحد وابنه انت ملك ياولية احيل هو كمان ابوك لا ده انت معرفتش تتربى بقى اه معرفتش هتعمل ايه يعني لا ده نعمل كتير قوي 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 خلعت الشبشب من رجلي ولسه برفعه عليه لقيته فتح علي مطوى ها قوليلي بقى عايزها بالطول ولا بالعرض يا موزة ها هي ايه دي الغرز ياولية عايزها شرشيب على الموضة ارمياض المطوع اللي في ايدك دي هو مرة واحدة كانت الناس كلها تجمعت حوالينا هو لقيته بيرفع ايده عشان يضربني يا لهو يا لهو يا لهو ما كانش يومك يا نور هتموت صغيرة اه يا صغيرة عالموت يا نور والحد دينا بتكون خلصت حلقتنا هتمنى ان القصة تكون نالت اعجبكم وهستنى رأيكم في الكومنتات وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم اشعار لكل قصة جديدة اشتركوا في القناة